طيب كل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر هسأل بقى سؤلاء كنت بقوله طيب أنا راجل مثلاً مثلاً طالح حج القرع وده تبع وزارة التضامن فليها مبلغ معين أنا مش هعرف أدفع المبلغ ده كاش بس أنا عرف قصته فهروح للبنك أقول له يا بنك أنا عايز الفلوس دي عشان هاديها للتضامن عشان ها طالع الحج بإذن الله هل دي فيها مشكلة؟ سيد الكريم المؤسسة المالية أياً كانت إذا كانت لا تعطيك أموال نقضية كاش في يدك وتتكفل هي بنفقات الخدمات اللي بيسموه في العمل المصرفي التمويل أيوه بيسموه بقى التمويل مرابحة يجوز 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 وأنا أخربها كثيراً يعني أنت نفرض تريد أن تشتري سيارة أو عقاراً شأة سكنية آيات تأتي المؤسسة المالية ولا تعطيك أموالاً سائلة في يدك ولكنها تمول وتقصت أنت المال صح هذا اسمه بيع الآمر بالشراء مرابحة أكررها والإخوة المصرفين والحمد لله أنت عندك صخافة واسعة يعني الله يخليك اسمها البيع الآمر بالشراء مرابحة يجوز 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 طالما أنت كعميل لم تستلم أموالاً في يدك لأنه قلت لك الربا مال أمام مال بزيادة هذا هو عن الربا وذكر أبونا قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الأمر الثاني إيه اللي يدفع الإنسان إذا فقد الاستطاع على الإقتراض ليه لماذا يعني ده أخي كان في صدر الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت إليه جنازة مسلم كان يسأل سؤال عليه دين أن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم ليه حتى لا يتكل المجتمع على الاستدانة فعمل الكل ذهبوا إلى الأسواق وإلى المزارع وإلى التجارات لأن الواحد منه يقول لك أقترض وأموت ولا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم من إجابة دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم والله تكفل بإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فعمل المجتمع فعاشوا أعزاء بعرق الجبين وكد اليمين نفس الشيء يعني حضرتك الآن لما يجي يفتح الباب لركن يشترط فيه الاستطاعة ونقول للمجتمع اقترضوا طب إيه رأيك بقى في الناس اللي بتحج يعني أنا هعتب على اللي أدى فردت الحج طب لماذا لا يساعد متعسرا أفضل خدت بالك لأن سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال أبو حنيفة الأعمال البر خير من الحجة الثانية والعمر الثاني ياه قال كت في صريح مذهبه وأنا أوافق على هذا آه نعم قال أعمال البر يعني الآن لما مثلا تذهب لمواساة الزو الحاجات نقدا وعينا تمام ولدعم خزانة الدولة خدت بالك يعني النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من عمه سيدنا العباس بن عم الطالب رضي الله عنه زكاة سنتين مقدما لحاجة بيت المال فأنا حتى بخطب لربنا أكرمهم أنه أدى الحج أو أدى العمر لماذا تختارد طيب ما توسع أنت على هؤلاء طيب أقولك على شيء أسري بالحلقة قبل أن يضيهمنا الوقت ألا تعلم أن مصر في سبيل الله من الآية ستين صورة التوبة ليأيت الزكاة إنما صدقاته الفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة وقلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فصر العلماء التراسيون في سبيل الله بالحجاج المنقطعين الذين لا يجدون النفق الكامل للحد قد تبال حضرتك طيب لماذا لا يتكاتف المجتمع وبالذات بقى نعمل لها ضوابط لو عندك حجاج على مشارف الشيخوخة ولم يؤدي الفريضة من قبل من الممكن أن يساعد من هذا المصرف وفي سبيل الله أما يا سيد الكريم أن يفتح الباب للاستدانة أرجو أن المجتمع يعالك من داء الاستدانة سواء في أمور العبادات أو أمور المعاملات رجاء أنا قبل ما أختم يمكن بيجي على بالي دايما رحكتين حاجة منهم أتذكر من سيدنا بلال ده بل الاقتراض حتى ولو بفائدة شديدة كان لعدق رجل والرسول رهن الدرع لا بس دي أضياء تانية مرهن الدرع بلال أنا لم أقرأه بس بالنسبة للرسول على السلام أولا هو أراد أن يطبق الرهن بصورة عملية استحالة أنه واحد من الصحابة يقول له الدين استيساق لأن الرهن استيساق فالرسول يطبقه عمني إزاي يعني ربنا ما قال في صورة البقرة فرهان مقبوضة طب الرسول يطبقها بصورة عملية هل تتخيل أن سادتنا أبا بكر أو عثمان أو عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن عبادة أو غير ذلك من الأكابر الذين هم من أسراء الصحابة هقول الرسول عليه السلام اعطيني فرهني اعطيني رهنا لأستوسخ لديني استحالة لا بصورة رهنش دروع عند حد لا ما هو يهودي هو رهن دروع عند الرجل اليهودي ما هو ليه بقى لن يطلب استيساق لدينه إلا غير مسلم في هذه المسألة ولذلك أيها يعني الرسول لم يجد غضادة في أن يرهن دروع عند الرجل ما هو الله هيتطلب الرهن من الرجل ما هيجي يدفع بعد كده وهيدفع بمبلغ كبير أكثر من أصل سعر الرهنية لن يطلب استيساق أو رهنة من سيدنا النبي لو أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلا غير مسلم استحالة أن واحد مسلم يعني يتخيل أو سيدنا وبكر يقول له يا رسول الله أعطني رهن في ديني استحالة حبا وتأدبا لا 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 ومقام الرسول ولك ده مقام الرسول فاستحالة فهنا دي شيء فلابد أن يكون طالب الرهن من الرسول السلام غير مسلم ولذلك رهن ديره عند مين عند يهودي معايا حضرتك الآن برضو الرسول السلام كان بيبين حكم المشروعية المعاملات مع أهل الكتاب بس كده ومشروعية المعاملات بمفهومة حالي المصرفية بشكل عام مع أهل الكتاب بس أنا برضو بنبع عليك أنا يعني لا أبرر إطلاقا ولا أهون ولا أزين ولا أرغب في الاستدانة أنا أرجو الله أن يتوب على الناس فرادة وجماعات من الاستدانة أنا عزيز فالدين هم بالليل ومزردهم بالنهار يعني كنت زياني يقول لك السلف تلف ورد خصا بالزبط كده لا شوف يا مولان أنا هاختم بس يا سعد النائب بكلمة واحد الحج الاستطاع في شروط فرضية الحج الآية واضح من استطاع إليه سبيلا معك نفقة الحج من حلال وبدون اقتراض على العين والرأس هم قلت لك يستسنى بس وده مرجوح الملكية عندهم الحج يجب على الفور فأجازه الاستدانة الجمهور لا لأن الاستدانة تنافي الاستطاعة مهلا في الحتة دي نمشي مالك يا مولاد لا الناس نفسها تطلع لا سوف يا سيدنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبعدا أنا أريد أن أبعد الناس عن القروض الربوية ما وسعني إلى ذلك سبيلا أسأل الله أن يطهر البلاد والعباد من الربا وأن يرزقنا الحلال وأن يسر الحج والعمر بالنفق الحلال المقدور عليها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه